محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأكرم الأمين إمام الأنبياء وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم والسن بسنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين سيدي يا رسول الله أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا عليك سلام الله في كل خفقة فقد ماتت الأسماء إلا محمدا ود عمومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضى ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضى الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى أيها الإخوة الأكارم تجدد اللقاء على مائدة الصحب الكرام نتدارس سيرتهم العطرة عل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجمعنا بهم في جناته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه ونعيش في هذا اليوم الأغر مع صحابي وجبل آخر من جبال الصحابة الكرام وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه سيدنا طلحة بن عبيد الله كيف كان إسلامه وكيف كان عمله قبل إسلامه كان سيدنا طلحة بن عبيد الله قبل إسلامه يعمل بالتجارة في يوم من الأيام ذهب إلى مدينة بصرة ومدينة بصرة دي كانت مشهورة في الجاهلية كان بيذهب إليها التجار دلوقتي مكانها مدينة حوران في سوريا وكانت هذه المدينة بتعرف به قصورها الكثيرة العالية فسيدنا طلحة بن عبيد الله ذهب إلى التجارة وكان في أثناء تجارته سمع راهب يقول هل فيكم أحد من أهل الحرم فطبعا كان قريبا من الصوت رضي الله عنه فذهب إليه وقال نعم أنا من أرض الحرم فقال هذا الراهب ما بالو أحمد فيكم قال ومن أحمد؟ قال أحمد بن عبد المطلب فيعني استمع منه طلحة رضي الله عنه وقال هذا شهر أحمد وهو آخر الأنبياء وإنه سيهاجر من مكة إلى أرض كثيرة يعني حجارتها السود وأرض سبخة كثير فيها النخ يقصد بذلك المدينة فلا يصبكك إليه أحد فطبعا سيدنا طلحة بن عبيد الله سمع إلى تلك الكلمات النيرات وعاد من توه إلى مكة وسأل والدته يعني هل حدث شيء فقالوا لقد ظهر يعني محمد وكان معروفا لديهم صلى الله عليه وسلم بالصدق الأمين وادعى أنه نبي قال فهل تبعاه من أحد؟ قال تبعاه ابن أبي قحافة ويقصدون هو سيدنا عبد الله بن أبي قحافة المعروف بأبي بكر الصديق رضي الله عنه فسيدنا طلحة بن عبيد الله بيحكي بيقول يعني كانت لي علاقة بأبي بكر الصديق لأنه كان تاجرا مثلي وكان رجلا سهلا وكان يعني نسابة للعرب يعرف أنسابهم وكنا نجلس إليه قال فذهبت إلي وحدثته في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم ودعاني إلى اتباعه ثم أخذني رضي الله عنه إلى النبي وقصصت عليه ما كان من أمر الراهب في مدينة بصرة ودخل في الإسلام رضي الله عنه فقال فكنت رابع سلاسة أسلم إذن فسيدنا طلحة بن عبيد الله من السابقين الأولين إلى دين الله عز وجل طبعا لم يسلم سيدنا طلحة بن عبيد الله من أقرب الأقربين إليه آزوه أشد الإزاء وخاصة والدته لأنها كانت تعد أن يكون زعيما وسيدا في مكة لأنه كان عظيم الشمائل وعظيم الخصار رضي الله عنه ولكن سبحان الله قوبل هذا الإسلام وهذا النور الإيماني الذي دب في صدر طلحة بن عبيد الله بأسم من قريش وخص والدته حتى أن بعض الصحابة بيقول كنت أتعبد عند الحرم فوجدت مجموعة من الكفار يسوقون أمامهم رجل مكبل اليدين إلى عنقه وكان خلفه سيدة تسبه وتشتمه فلما سأل قيل هذا طلحة بن عبيد الله وهذه أم السيدة الصعبة بنت الحضرمي ومن شدة تعزيبه يعني تعزيب قريش له رضي الله عنه كانوا يقيدونه هو وأبو بكر الصديق طبعا الاثنين كانوا من قبيلة بني تيم سيدنا طلحة بن عبيد الله التيمي وهي نفس القبيلة اللي كان منها سيدنا أبو بكر فلما قيده كان يعزيبهم نوفل بن خويل وكان هذا الرجل يعرف بأسد قريش فكان يعني قرنهم جميعا فكان يلقب سيدنا أبو بكر وسيدنا طلحة بالقرينين لأنهما قرن في جسد واحد أثناء تعزيبهم من نوفل بن خويل فسبحان الله وهذه الكرامة لهؤلاء الأكرمين وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جناتي ودار مقامتي سيدنا طلحة بن عبيد الله لاقى أشد التعزيب وديا ربعا رسالة من الصحابة الكرام إلينا هذا الدين لم يأتنا سهلا ميسورا ولكن جاء على أعناق الرجال دفعت فيه دماء عزيزة مباركة دماء الصحابة الكرام وطبعا مع انقضاء العمر سيدنا طلحة كان يتألق إيمانه ويزداد لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخل عليه بعض الأوسمة التي لم تذكر لأحد إلا لطلحة بن عبيد الله فكان يلقب بالشهيد الحي كان يلقب بالشهيد الحي وفي ذلك قصة وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلحة الجود وكان يلقب بطلحة الفياض وكان يلقب بطلحة الخير أما عن قصة تسميته بطلحة الشهيد الحي كان لها قصة في غزوة أحد طبعا في هذه الغزوة الشديدة النبي صلى الله عليه وسلم أوزي أشد الإزاء من قريش ويعني كسرت ربعياته صلى الله عليه وسلم ويعني دخلت أسنان المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم وسالت دمه الشريف من جسدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكاد النبي يقتل بل زعم أنه قتل في هذه المعركة طبعا يعني في شدة الصعوبة اللي لقاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة حاط به المشركون ولم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا 11 رجل كان من بينهم طلحة بن عبيد الله وهو المهاجري الوحي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لهؤلاء وهو رفيقي في الجنة فاستأذن سيدنا طلحة بن عبيد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست أنت فتقدم أحد الأنصار ودفع النبي حتى قتل فدع النبي صلى الله عليه وسلم وكرر فقال طلحة في المرة الثانية أنا لها يا رسول الله فقال لست أنت وتقدم رجل من الأنصار وظل هذا الحال حتى نفذ العشرة رجال حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا طلحة بن عبيد الله فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أنت فتقدم سيدنا طلحة بن عبيد الله وأخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يتطرس النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ السهام مجراها في جسده المبارك ليحفظ لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا أبو عبيد بن جراح كنا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقبلنا عليه قال إلحقوا صاحبكم ويقصد بذلك من سيدنا طلح بن عبيد الله يقول أبو بكر الصديق فوجدناه ملقيا في حفرة وفي جسدي بضع وسبعين طعنة وقد كتعت كفه رضي الله عنه ودي رسالة هي للناس اللي بتتطاول على الصحابة الأماجد كتع كفه فماذا قدمت أنت أيها الصحفية الذي تكتب انتقاص في حق الصحابة أقول طلح بن عبيد الله كتعت كفه دفاعا عن هذا الدين حتى يصلك وأنت تستخدم هذا الكف في الانتقاص من الصحابة والانتقاص من الدين ألا فلتتق الله ثم أقول سيدنا طلح بن عبيد الله يعني نال الوسام الأسمى كان سيدنا أبو بكر يقول عن غزوة أحد هذا اليوم كله لطلح بن عبيد الله ليه لأنه كان شديد التطحية في هذه المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خلع عليه هذا النشان العظيم من أراد أن ينظر إلى رجل شهيد حي يمشي على الأرض وقد قضى نحبه لله عز وجل فلن ينظر إلى طلح بن عبيد الله وكان سيدنا طلح بن عبيد الله أيضا يلقب بطلح الجواد طلح الخير لماذا؟ لأنه كان رجل سري وكان تاجرا قيل إنه جتله تجارة من حضر موت يعني كان مكاسبها ومغانيمها تعادل سبعمائة ألف درهم فطبعا بات ليلته مغموما حزينا فسألته السيدة أم كلسوم أم كلسوم دي بنت ميل بنت سيدنا أبو بكر يعني كان مناسب كمان الصديق رضي الله عنه فقالت له يعني هل لقيت منا شرا قال لا نعم حليلة الرجل أنت قالت فما زاك قال يعني كيف أبيت وفي بيتي كل هذا المال قالت رحمك الله يا طلحة هل لا يعني تصدقت به على المحتاجين فقال بوركت من حليلة وأخذ يصر هذا المال في صرر صغيرة وما أنتهى اليوم حتى وزع كل هذه الأموال على المحتاجين عشان كان يلقب بالجود وطلحة الخير وطلحة الفياض ومن أمثلة هذا الجود العظيم إن سيدنا طلحة بن عبيد الله جاءه رجل وقال أنا قريب لك وذكر له نسب فقال سيدنا طلحة هذا النسب لا أعرفه ولكن سبحان الله شوف العطاء قال له عندي بستان يعادل 300 ألف درهم وإني بتعت هذا البستان إلى عثمان بن عفان فإن شئت أخذت البستان منه وإن شئت يعني جربت لك هذا المال فأخذت فهذا الرجل يعني أخذ منه 300 ألف درهم لنسب لا يعرفه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فكان بحق هو الشهيد الحي وكان بحق هو طلحة الخي وطلحة الفياض رضي الله عنه دي كان الصورة بسيطة عن قصة سيدنا طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل والجبل الأشام من جبال الصحابة الكرام نعيش مع شخصية أخرى وعلم آخر من أعلام الصحابة في لقاءة أخر انقدر الله عز وجل لنا اللقاء وطول البقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته